السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من حلال فيديو اليوم سنستطرق للنص الشعري المندرج في الاسبوع الرابع من الوحدة الاولى مغاربة العالم المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس اذا نبدأ على بركة الله اذا ولاحظوا اتوقع تعبر الصورة عن رحيل عودة فسحة اذا اذا نظرنا الى العنوان اعود الى وطني والصورة باخرة راسية في الميناء اذا فالصورة تعبر عن عودة الصورة تعبر عن عودة اذا نقرأ النص اعود الى وطني لما تعود الطير للوكر والبشر في اوصالها يسري وتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر وترد ضفدعة على اخرى بنقيقها في ضفة النهر وكأنها من نشوة البشرى في الجحر تلمس بهجة القصر ازداد حبا فيك يا وطني في ظلك الممدود يا وطني وعلى تلالك او على الجبل وبمائك المنساب متئدا وبعشبك المخضر كالامل اني رأيت الخير محتشدا ينساب مختالا على مهلي فعشقت حسنك دائما ابدا ووددت لما ينتهي اجلي ان لا يغيب صداك عن ادني اذا ساعيد مرة اخرى اعود الى وطني لما تعود الطير للوكر والبشر في اوصالها يسري وتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر وترد ضفدعة على اخرى بنقيقها في ضفة النهر وكأنها من نشوة البشرى في الجحر تلمس بهجة القصر ازداد حبا فيك يا وطني في ظلك الممدود يا وطني وعلى تلالك او على الجبل وبمائك المنساب متئدا وبعشبك المخضر كالامل اني رأيت الخير محتشدا ينساب مختالا على مهلي فعشقت حسنك دائما ابدا ووددت لما ينتهي اجلي ان لا يغيب صداك عن اذني شعر جلول دك داك اذا بعد الكلمات شرح الكلمات الوكر عش الطير يعود الطير الى وكره تأم اما يأم الشيء قصده بهجة فرحة محتشدا مجتمعا احتشد الناس في الملعب اذا ننتقل للاجابة عن اسئلة افهم احلس اكمل العمل بما يناسب اعود الى وطني بعد غيبة بعد رحلة بعد سفر اذا اعود الى وطني بعد غيبة اصل كل كائن بما يحس عندما يعود الى وطنه الطير اذا اذا عودنا الى النص لما تعود الطير الى وكره والبشر في اوصالها يسري الطير مستحس بالبشر اذا بالبشر النملة النملة بماذا تحس النملة بتأم حتى النملة الصغرى بيتا لها في منتهى الفخر على الناس التحس بالفخر اذا تحس النملة بالفخر الضفدعت يذن وترد ضفدعتم لا اخرى بنقيقها في ضفة النهر وكأنها من نشوة اذا الضفدعة تحس بالنشوة اذا الضفدعة تحس بالنشوة الطير بالبشر النملة بالفخر والضفدعة بالنشوة اعين الاناصر التي وصف بها الشاعر وطنة اذا الضلال التلال المراعي الصواقي المياه الجبال العشب اذا العناصر التي وصف بها الشاعر وطنة اذا الضلال نعود الى النص بداية ضلك الممدود يا وطني التلال وعلى تلالك او على الجبل الجبل وبماء الماء المياه وبعشبك المخضر العشب اذا العناصر اذا العناصر هناك الضلال وبيضلك التلال وعلى تلالك والجبال او على الجبل بماء وبماء المنسب متئدا وعشبك المخضر الامل اذا هذه العناصر التي وصف بها الشاعر وطنة ابحث في النص عن العبارات او الجمل التي تعبر عن ما يأتي حب الشاعر لوطنه جمال وطنه ما يميز وطنه ما يرجوه في عودته اذا حب الشاعر لوطنه ازداد حبا فيك يا وطني جمال وطنه فعشقت حسنك دائما ابدا ما يميز وطنه رأيت فيك الخير محتشدا بعشبك المخضر كالامل ما يرجوه في عودته اللا يغيب صداك عن ادني اذا حين عودته يرجو ويتمنى اللا يغيب صدا وطنه عن ادني اذا اصغ من كل كلمة فعلا مناسبا اذا ممدودا مدة منساب انساب محتشد احتشد اذا ممدود مدة منساب انساب محتشد احتشد استعمل في جملة يبس وذبولا ولكنه لم يمت بل عاد ليخضر من جديد ان الشاعر شبه حبه لوطني واشتياقه للعودة كالعشب الذي يبس وذبولا لكنه لم يمت بل عاد احتشد ليخضر من جديد الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم اضرب لكم مويدا في فيديو قادم السودعكم الله الذي لا تضيع بدائه مع السلامة